بنزيمة يخطط للانتقام من ديشام وضع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد خطة انتقامية من ديديه ديشام المدير الفني للمنتخب الفرنسي وكان ديشام قد استبعد بنزيمة من معسكر فرنسا عقب تعرض مهاجم ريال مدريد لإصابة قبل انطلاق المنديال بأيام قليل وضع التقارير بان ديشام استغل تعرض بنزيمة لإصابة طفيف كانت ستحتاج الى أصبع على أكثر وقرر استبعاد اللاعب من المعسكر ووفقا لصحيفة آس فان بنزيمة محبط منذ اجباره على مغادرة معسكر فرنسا لكن لديه الحماس لتحويل تلك الطاقة الى انتقام داخل الملعب وأشارت الى ان الجميع في ريال مدريد يعلم بان المهاجم الفرنسي ينتظر بدل المباريات لإثبات نفسه داخل الملعب وأوضحت ان بنزيمة استعاد حالته البدنية بجانب اكتساب ايقاع المباريات من خلال خوب اكثر من ودية كما انه يتمتع بثق اللاعبين في غرفة الملعب وكشفت ان من يرى بنزيمة بشكل يومي يؤكد انه متحمس بشدة وان كل ما حدث له في الاشهر الماضية يتم استخدامه كبنزيم لملء خزان الجوع لديه وذكرت آسف ان بنزيمة لديه رغبة شديدة في الدفاع عن نفسه والجميع في النادي يرى نجم الميرنج يحمس نفسه للرد بقوة في الملعب شكرا